التلفزيون العربي بسيط معنا من دير البلح مراسل العربي أحمد البطة أحمد يبدو أنها ليلة دامية كما الليلة السابقة إذن غارات على نازحين في خانيونس وكذلك مخيمي البريج والنصيرات تفضل بالفعل كل مصطلحات الألم والفقد والدموية لا يمكن أن تصف ما يحدث في قطاع غزة من استمرار لهذا العدوان الذي يواصل قتل العشرات نحاول في كل لحظة أن نوثق عداد الشهداء بقصصهم حتى بالفعل لا نصبح أرقاما لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ المجازر بحق النازحين والمواطنين في كل المناطق ويواصل مضاعفة عداد الشهداء الذي يقترب سريعا من تسعة وثلاثين ألف شهيد فقط ما وصلوا إلى المستشفى نتحدث عن ارتفاع عدد شهداء اللغارات التي استهدفت منزلا في مخيم البريج ومخيم الصراط وسط القطاع إلى 11 شهيدا أربعة شهداء بينهم أطفال في استهداف المخيم الجديد منزل في المخيم الجديد في مخيم الصراط وسط القطاع بينما وصل سبع من الشهداء من استهداف منزل في مخيم البريج بالقرب من مسجد الصفا بينهم نساء وأطفال الحديث يدور عن بعض المفقودين ما زالوا تحت أنقاض هذه المنازل لكن على كل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني في هذه الحالة دوما ما تستأنف عملية انتشال الشهداء في الصباح الباكر أمام ذلك نتحدث عن حصيلة نهائية لستة من الشهداء وإصابتين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جراء الاستهداف الذي طاول بركسا للنازحين في منطقة لرميضة شرق مدينة خانيونس على كل غارات الساعات الليلية تكون صعبة على طواقم الطبية وفرق الإنقاذ العرقي التي يواجهها ضباط الإنقاذ في عملية إنقاذ الجرحة الذين هم على قيد الحياة لا معدات إضاءة لا معدات لنقل ورفع هذه الأنقاذ ما يرفع عداد الشهداء ويقلل فرص إخراج المفقودين وهم على قيد الحياة ثم يتحولوا إلى شهداء ومن ثم يتحولوا إلى مفقودين شهداء في إحصائية تزيد عن عشرة ألاف مفقود منذ بداية هذا العدوان وهؤلاء تحدثت مراكز حقوقية ومراصد إنسانية أنهم في عداد الشهداء لكن على الأقل وزارة الصحة تحصي ما وصل إلى مستشفياتها والنقاط الطبية من جثامين شهداء وتوثقهم بالأسماء والأرقام لكن على كل هؤلاء أيضا في عداد الشهداء أي نحن نتحدث عن قربنا من 49 ألف شهيد ومفقود في إحصائية دموية لمجازر عديدة أكثر من 3500 مجزرة نفذها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان محى وشطب مئات العائلات من السجل المدني وباتوا تحت التراب في ظل المجازر المستمرة يتم أكثر من 17 ألف طفل إما باستشهاد أبويه أو حتى واحد من والديه وأيضا نتحدث عن عشرات الألاف من النساء وأكثر من عشرة ألاف امرأهم في عداد الأرامل نتحدث عن أكثر من 70% من الشهداء والمفقودين هم من النساء والأطفال وكذلك الجرحى الذين يزيد عددهم عن 90 ألف جريح أيضا هم من النساء والأطفال في معظمهم لذلك هذا العدوان وهذه الغارات تستهدف كما نشاهد ونرصد وننقل تستهدف المدنيين تستهدف النازحين وكأنها أيضا تستهدف الأطفال يوميا المشاهد الصعبة لأطفال مقطعين رؤوس مقطعين أرجل مبتورين وكل الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات هم أيضا بحالة صعبة بحالة أجساد صعبة إما محروقين أو مبتورين أو أشلاء أكوان من اللحم حقيقة نأسف حينما نتحدث بهذا الوصف لكن هذا ما نراه كثير من الجثمين التي أيضا نوثقها في بعض الأكفان من الأكياس البلاستيكية كما تشاهدونها عبر الشاشات هي ليست لشهيد واحد فقط وإنما من الممكن أن تكون لعدة شهداء في كيس واحد لكنهم أصبحوا أشلاء ممزقة واضطرت الطواقم الطبية لجمعها في كيس واحد حقيقة تفاصيل مأساوية لا يمكن لأي مداخلة أو أي مقام أن يوثق كل هذا الألم وكل هذه التفاصيل من الجرائم التي ترتكب بحق الناس الأطفال النساء وكل فئات المجتمع في قطع نجزة مؤلم للأسف أحمد البطة مراسل العربي من دير بلاح شكرا جزيلا لك